منذ أن دقت روسيا أبواب الحرب في أوكرانيا تدفق كم هائل من شحنات الأسلحة الغربية على مدى تسعة أشهر من الحرب ترسانة رغم ضخماتها فإن الغرب متعطش لإرسال المزيد منها وزارة دفاع الأمريكية أعلنت مؤخراً أنها تدرس اقتراحاً من شركة بوينغ لتزويد أوكرانيا بقنابل دقيقة صغيرة ورخيصة يتم تثبيتها على صواريخ متوفرة بكثرة أسلحة متقدمة تسمح لكييف بتوجيه ضربات خلف الخطوط الروسية يطلق عليها اسم قنبلة ذات قطر صغير تطلق من الأرض هي واحدة من نحو ست خطط لإنتاج ذخيرة جديدة لأوكرانيا وحلفاء واشنطن في أوروبا الشرقية رغم أن واشنطن رفض الطلبات كييف لتوفير صواريخ يصل مداها 297 كيلو مترا فإن مدى القنابل محل البحث يبلغ 150 كيلو مترا ما يتيح لأوكرانيا ضرب أهداف عسكرية حيوية صعبة ومواصلة هجماتها المضادة لكنها تحتاج لعملية دقيقة تبدأ بحساب المسافات المراد استهدافها انطلاقاً من الحدود الروسية إمداد عسكري ضخم لكييف لكنه يعاني من معضلة خطيرة استضمت بها واشنطن كذلك وهي حقيقة أن أسلحة الغرب تتلف سريعاً بأوكرانيا حسب ما أكد مسؤولون أمريكيون وأوكرانيون لموقع اليوز ويرد تلفت واحترقت عشرات المدافع والصواريخ بعد أشهر قليلة إما بسبب الاستخدام المفرط أو لاقتتال العنيف وحتى سوء الاستعمال